ده أنا عملت وسويت ونبدأ ندخل بقى ننتقل بقى من ألاء من واجع العشم إلى سوء أخلاق المن إنه هو يمن بقى بالحيات بتاعته ومع إنه هو ده ما كانتش محتاج لده فعشان كده إحنا في الفترة الأخيرة عندنا أزمة في خطاب العلاقات لما بدأنا نكرس في الناس معنى الاستحقاق دي أحد أهم الأشياء اللي بتعظم أزمة الإيه؟ أزمة العشم فخلينا الناس تحس إنها مستحقة من غير انضباط الناس مستحقة إنها تتعرف على أسرار الناس وعلى فضايح الناس من غير ما مش حققه إنهم من حققه إذا تعرف إذا بيخطب واحدة من حققه يعرف كل زنوبة ومعاصية مش من حققه وده كإننا بنقول إن العلاقة جاية عشان مصلحتي أنا وإنك إنت مركز العلاقات وعشان كده مركز العلاقة عشان كده إنت اللي مستحق فبقينا نبرر فردنيتنا بإننا مستحقين والناس مؤثرين دايما معانا لذلك هم مش مستحقين لأي شيء وأنا مستحق لكل شيء وده نوع من أنواع التطفيف يا عباد الله هذا التطفيف إنك تشوف نفسك مستحق والناس مش مستحقة الله سبحانه وتعالى بيقول اوعى ويلوا للمطففين إحنا متصاولين أن التطفيف بس بالميزان لما نروح نشتري رز ولا نشتري حاجة ولا نشتري حاجة بالميزان هو ده التطفيف أو نشتري حاجة بالمكيان لا التطفيف كمان فيه تطفيف في العلاقات ويلوا للمطففين الذين إذا كتالوا على الناس يستوفون الناس بقى وقفوا عند الكيل لا والذين إذا كانت لهم علاقة مع الناس يسوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإحنا ليه بنتعشم أوي بقى السؤال بقى المهم اللي جي وقته بقى ليه بنتعشم أوي لأن إحنا في أحيان كتيرة بنتعامل مع أحبابنا إنهم وسيلة للتعويض هو ربنا رزقني بي عشان أعوض بي فقدي لكذا فقدي لأنيسي فقدي لجليسي فقدي الأبوية فقدي الأخوية فنعوض بيهم وحدتنا واحتياجاتنا وأوجعنا لذلك توقعاتنا منهم بيبقى عالية قوي وبنحس إن إحنا مش ممكن أن نكون في أمان إلا لو كانوا قد توقعاتنا أنا أقول لكم حاجة بيني وبينكم يعني أنا من الأشخاص المهريين بس الحلقة دي أنا مش عاملة علشان هي أنا شخصية بس أنا من الناس المهريين عشان ليه طيب يجي حد أنا كنت متوقع إيه يا سيدي إن أنا وفي البرنامج أرد عليك على التليفون ما هو مش هينفي ما أنا في البرنامج أنا اتصلت بيك أما عارف والله إن أنت اتصلت بي وأنا حاولت أعيد عليك الاتصال أنت ما فضلتش ما فضلتش رأي بتاتصل ليه لغاية ما أرد عليك ده أنت زعلت إن أنا كنت في البرنامج وبعمل إيه وما ردتش وإنت ما ردتش مرات فعايزني أفضل لغاية ما ترد إنت ليه طيب قال إن دي أنا شايف إن أنت عارف أنا محتاج لك أدي إيه وإنت أكيد لازم تكون عارف أنا وراي حاجات وناس أدي إيه آه مايفامش هو ده لدرجة إن بعضنا بيضمن اختبار الناس بقى إن هم يحطوا أحبابهم في اختبارات مستمر عشان يتأكدوا إن هم محل العسم وإن هم مش هيخزلوهم حضرة النبي الطريقة دي ما يحبهاش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن العلاقات علشان تستمر مش محتاجين إن احنا نختبر الناس لكن محتاجين إن احنا نحب بعض لله شوف حضرة النبي وكانه بيكمل الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه للنفس طيب يا رسول الله إزاي نضمن بقى إيه الضمان أن أنا أفضل أحب لأخي ما أحبه لنفسي أهو أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله طيب إيه اللي يحصل يا رسول الله ما كان لله دا ما أتصن يعني أرى الله في كل حال يبقى أعمل إيه يبقى أرى الله سبحانه وتعالى وأعتبر حبيبي دوة محراب أتعبد الله فيه ففكرة العشم دي خلت الناس كتير تقيش في دايرة المظلومية وبالمناسبة المظلوم يبدو كأنه حاسس أنه فقير بس أريد أن أقول لكم أنا عندي حاجة كده في تحليل نفسية المظلوم حاجة اسمها إيه غرور المظاليم غرور الإيه أو بالتدقيق يعني كبر المظاليم يعني إيه كبر المظاليم الشخص اللي هو حاسب المظلومية وحاسب كذا اللي هو متعرض له دا اتعرض ليه ناس كتيرة ومروا بيه وما زعلوش لكن هو لما مر بيه أنا يحصل لي كده شوف الكبر ما فيه مئات الناس ومئات الناس بل ألاف الناس حصلها كده لكن هو عشان كبر المظلومية دا ينعزل عن الناس ويقرن استغناء عنهم طب تقررن استغناء عنهم ليه لأننا مش محتاج لهم والبعد عن الناس غنيمة أو يقرروا أن العلاقات السطحية أفضل بكثير من العلاقات العميقة لأنهم ما اسمها بقى لأنه مش عايز يدفع تمن العلاقات العميقة مش عايز تكون العلاقة علاقة متزنة هو قادر على العلاقة المنحازة له غرور غرور وكبر بسهم بيسميش دا غرور وكبر بيسميه بقى بيسميه حق بيسميه عدل أنا لأن أنا مظلوم في حيات كتيرة أنا المفروض إيه لا يحصل كل الناس تطبطب علي وكل الناس تحن علي وكل الناس تديني وإيه لا عوسم الحياة كلها وعوسم الناس كلها أن هي إيه؟ أن الحياة بقت وحشة والناس بقوا متوحشين بالتطبع